هتلاحظوا أننا في كل حواراتنا مع أشخاص نجحين ومتحققين يعني في مجالاتهم دايماً دايماً بنسألهم عن الفشل بصراحة كده بالنسبة لي وأعتقد بالنسبة لناس كتير أكتر حاجة ملهمة في مشوار النجحين هما أو هي اعترافهم بفضل الفشل أيوه زي ما سمعت كده وهو دايماً بتلاقيهم عندهم حكايات كتير جداً عن الأبواب اللي تقفلت في وشهم وعن هم عملوا إيه لما الأبواب دي اتقفلت وغالباً اللي بيميز معظمهم أنهم كانوا شايفين حاجة وراء الباب المقفول في ناس شايفة أن الباب المقفول ده فرصة أني أطور نفسي أنا الباب ده ما تفتح ليش لأني ما كنتش جاهز وناس شايفة أن الباب لأني خبطت عليه كتير فاكتشفت أنه مش مناسب ليا فغيرت اتجاهي حصلت مع ناس كتير نجحين لكن النهار ده عايز أخدك معايا مش قدام الباب المقفول لكن ورا الباب المقفول عند المؤسسات عند أصحاب الأعمال اللي قفلين الباب أصلاً وتعالوا ندخل كده في العالم ده ونشوف التحدي اللي يمكن إحنا ما كناش حطين نفسنا مكانهم وما نعرفش إيه المشاكل لكن هو في مشاكل حقيقية